بوادر أزمة جديدة في لبنان بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فعلى وقع إعادة الرئيس ميشيل عون تعديلات بعض مواد قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب إلى البرلمان لإعادة النظر فيه دعا رئيس المجلس نبيه بري إلى جلسة للجان المشتركة يوم الثلاثاء المقبل لدراسة رد قانون الانتخاب وكانت الرئاسة اللبنانية قد استندت في بيان لها إلى دراسات قانونية ودستورية عدة لشرح ما وصفتها بالمخالفات التي يتضمنها القانون لسيما فيما يتعلق بتقصير المهلة الدستورية لموعد إجراء الاقتراع التشريعي لافتة إلى أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى عدم تمكن ناخبين من التصويت بسبب عوامل طبيعية ومناخية عادة ما تسود في شهر مارس وأضاف البيان أن تقصير المهل من شأنه أيضا أن يحول دون تمكن الناخبين المقيمين خارج لبنان من التصويت كما أوضح أن التعديلات تحرم نحو 11 ألف مواطنا ومواطنة من جميع الطوائف من حق الانتخاب لكونهم لن يبلغ السن القانوني المقرر لذلك بحلول شهر مارس المقبل وبموجب الدستور اللبناني يحق لرئيس الجمهورية طلب إعادة النظر في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره ولا يجوز أن يرفض طلبه وعندما يستخدم الرئيس حقه هذا يصبح في حل من إصدار القانون إلى أن يوافق عليه المجلس بعد مناقشة أخرى في شأنه وإقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء لذلك يعتبر القانون الذي أقره البرلمان قبل أيام معلقا إلى حين اجتماع مجلس النواب مجددا واتخاذ قرار جديد بشأنه بعد ملاحظات رئيس الجمهورية